موسيقى مرحبا بكم في برنامج الطبعة الاخيرة استفتاء أكراد العراق على الانفصال هو الموضوع الذي تصدر عناوين الصحافة الدولية والمحطات الإخبارية ومراكز البحوث طيلة الأسبوع الماضي فرغم تهديدات بغداد وأنقرة وطهران ورغم رفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن ورغم الخلافات الداخلية بين الأحزاب الكردية أصر رئيس الإقليم مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء في موعده المقرر في الخامس والعشرين من هذا الشهر البعض وصفه بالخطوة الانتحارية والبعض الآخر وصفه بالحركة الجريئة الأيام القادمة سترين مدى صحة أو خطأ توقيت تلك الخطوة بالنسبة للأكراد واشنطن بوست أكراد العراق يصوّطون باستفتاء تاريخي على الاستقلال إيكونوميست الحرب القادمة في العراق ستكون بين العرب والأكراد تايمز في العراق أعداء يتحدون ضد حركة الأكراد الانفصالية غارديون استفتاء الأكراد هل هو مطلب عادل؟ وللحديث عن هذه المحاور ينضم إلينا من واشنطن الخبير المختص في شؤون الشرق الأوسط السيد الأستاذ إدمون غريب وهو ضيف عزيز دائما على البرنامج وعلى الحرة فأهلا بك دكتور إدمون وأهلا بوجودك معنا شكرا لكم على هذه الاستضغافة ويسعدني أن أكون معكم البداية من صحيفة الواشنطن بوز وتقرير لمراسلهم في أربيل تامر القوباشي والذي غطى يوم الاستفتاء من عاصمة الإقليم يذكر التقرير أنه سبق لمسؤولين أمريكيين أن أعربوا عن شعورهم بالإحباط من أن الاستفتاء هو مجرد وسيلة للحفاظ على منصب بارزاني في السلطة حيث انتهت مدة رئاسته عام 2015 لكنه رفض التنحي ويشير التقرير أيضا إلى أن الاستفتاء لم يكن مدعوما في البداية من قبل جميع الأحزاب الكردية لكن تم فيما بعد تسوية الخلاف فيما بينهم حول توقيته أدل الأكراد بأصواتهم يوم الاثنين في استفتاء تاريخي حول الاستقلال عن العراق بالرغم من معارضة قوية من الحكومة المركزية للبلاد والقوى الإقليمية والعالمية ومن المتوقع أن يسفر الاستطلاع عن تصويت نعم بأغلبية ساحقة إلا أن قرار الاستفتاء لم يحظى بقبول سوى من معارضي حكومة إقليم كردستان أو حلفائها الحكومة المركزية العراقية والولايات المتحدة وإيران وتركيا وصفوا الاستفتاء بغير الشرعية وتعهدت بغداد بعدم الاعتراف بنتائجه قائلة إنه خطوة خطيرة نحو تقسيم البلاد استاذ ادمون طبعا أهلا بك مرة أخرى أنا قرأت المقالة اللي أنت نشرتها وكان عنوانها لطيف جدا أنه كردستان ستيت دولة كردستان هل هي واقع عم هي يوتوبيا طبعا قبل ما أخوض بتفاصيل إذا أمكنني الوقت قبل ما أخوض بتفاصيل هذا الموضوع أسألك سؤال أول لماذا برأيك أصر مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء رغم معارضة العالم ضده أعتقد أن هناك عدة أسباب وراء ذلك أو الأول هو أن ربما اقتراب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق الأمر الذي سيعزز سلطات الحكومة العراقية ويجعل من الأصعب التحرك باتجاه إما الانفصال أو ربما مفاوضات سيكون يد بغداد فيها أخوى مما كانت عليه في الماضي وبالتالي فأن هذه هي من النقاط الأساسية ثانيا بهذا القرار طبعا الرئيس قليم كردستان يعبر عن طموحات الشعب الكردي القديمة به دولة مستقلة وحكم ذاتي حقيقي للكرد ثالثا أنه أيضا حول الأنظار عن الأزمة الداخلية والأزمات الداخلية من خلال التركيز على موضوع الحلم الكردي طيب يعني هو حلم الشعب الكردي أن يكون إلى وطن ويكون إلى علم فنترك الحلم يعني نتكلم بالواقع لأنه العالم كله ضد هذا الاستفتاء وضد هذا الاستقلال طيب بالأيام الجاية لو جاءت النتائج كارثية من هذا الاستفتاء هل سيكون هناك خط راجعة منه بالنسبة للإقليم؟ فعلا هذه النقطة وهذا هو السؤال الأساسي ما الذي يهدف إليه رئيس إقليم كردستان؟ هل يهدف إلى بدء خطوات اتخاذ خطوات نحو الاستقلال في المستقبل القريب في الأيام القادمة؟ أم أنه سيركز على هذا الدعم الذي حصل عليه لكي يستطيع أن يكون في موقع أقوى في التفاوض مع بغداد حول عدد من القضايا إما موضوع الاستقلال أو موضوع أن يكون هناك دور أكبر واستقلالية أكبر لحكومة أقليم كردستان وأيضا التفاوض على قضايا أخرى تتعلق بالنفط تتعلق بالمياه تتعلق بالحدود وخاصة موضوع المناطق المتنازع عليها وكركو صحيح طبعا مناطق المتنازع عليها سيسر عندنا مجان نحكي فيها بس دعني أنتقل للصحيفة الثانية في حلقة هذا الأسبوع صحيفة الإيكانامست في مقال صدر الخميس الماضي تناولت موضوع الاستفتاء من زاوية أخرى معربة عن مخاوف حقيقية من اندلاع حرب جديدة في العراق هذه المرة ستكون بين العربي والأكراد وقد عزز كاتب المقال تلك المخاوف بالتهديلات والتحركات التي سبقت يوم الاستفتاء ومنها استدعاء محافظ كركوك لقوات إضافية من البشمورغة في الوقت الذي تتواجد فصائل الحجر الشعبي على حدود المحافظة وينبه الكاتب إن كان ثمت حرب ستندلع في العراق بين العرب والأكراد فبالتأكيد ستكون طلاقتها من كركوك في حالة اندلاع حرب بسبب الاستفتاء فستنطلق على الأغلب من كركوك التي طالما تجنب فيها الأكراد والتركمان والعرب الاقتتال على الهوية إلا أن فصائل الحجر الشعبي المتشددة تحشد الآن مقاتليها على حدود المحافظة بنية تحرير الحويجة من داعش وقد استدعى محافظ كركوك تعسيزات البشمارغة تحسبا لأي اجتباك محتمل معهم وإذا مندلع القتال بينهم فسينتشر بسرعة عبر مناطق الأقليات التي تمتد إلى داخل سوريا حيث تتنافس القوات العربية والكردية أيضا هناك على تحرير الأراضي من داعش سيد الموند مثل ما سمعت منطقة كركوك هي منطقة من مناطق المتنازع عليها أنا أسأل هنا سؤال ومن خلال المقالة هل من الممكن أن ينتهي هذا التصعيد السياسي بين بغداد وأربيل إلى صراع مسلح ما إمكانية حدوث حرب بين الطرفين أعتقد أنه لا يرغب أي من الطرفين لا ترغب الحكومة العراقية ولا ترغب حكومة تقليم كردستان في الدخول في مواجهة مسلحة أي طرف يبدأ بالعملية استخدام العنف سيواجه بعض المعارضة من بعض أصدقاء الطرفين بمن فيهم ربما الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ولكن إجمالا هذا الخطر قائم وممكن وذلك لأن هذا الموضوع هو موضوع حيوي وأساسي طيب طيب زين ماذا لو أصر مسعود بارزاني ماذا لو أصر على أن تكون حدود أن دولة كردستان مستقلة ومن ضمن حدود هي كاركوك شنو موقف الحكومة المركزية أعتقد أن الحكومة المركزية لن يمكنها القبول بذلك لأن هذا سيضعف من مكانتها سيضعف من مواقع قيادتها على الساحة العراقية ككل وستشعر بتهديد والأمر الآخر هو أنه سنرى أيضا صراعات جديدة قد تبرز وهذه ربما كما تعلم كاركوك وحافظة كاركوك وحتى المناطق المتنازع عليها هي تشمل نسيج اجتماعي فريد من نوعه هناك مثلا تركمان هناك عرب هناك أكراد هناك كاكاء هناك شبك هناك مسيحيين في كل هذه المناطق وهذه القوة أيضا لديها رؤاها ولديها مصالحها وبالتالي فإن هذا قد يشكل تهديد للنسيج الاجتماعي العراقي وبالتالي فإنها قد تجبر الحكومة العراقية وربما قوة أخرى قد تبدأ بالتحرك قبل الحكومة ومما سيدفع يضطر الحكومة إلى التحرك ومن هنا هذا الخطر وأيضا تقييم سوء التقييم أيضا من هذا الطرف أو ذاك قد يؤدي إلى انفجار العنف طيب إلى انفجار العنف وقوة أخرى أنا أسأل هنا طبعا لأن المقالة توضح أنه يعني الأفصال الحجد الشعبي تحشد الآن مقاتلية على حدود كاركوك بينما محافظة كاركوك يطلب تعزيزات بيش مارك هذا لو انتهت تصعيد بحرب حقيقية طيب هنا أسألك سؤال شون رح يكون موقف الولايات المتحدة منها شون الموقف الطبيعي فعلا هذه نقطة مهمة جدا وذلك مثلا أن الموقف الأمريكي عندهم أول موقف كما تعلم بدأ فيه خلسة عشر من هذا الشهر على الأقل بالنسبة للاستفتاء وقال أن الطالبة بالتأجيل الاستفتاء لأنه ليس الوقت المناسب ثم جاء بعد ذلك تصريح آخر من المتحدثة باسم البيت الأبيض وتحدث عن أن هذا عمل استفزازي انفرادي وأن الولايات المتحدة لا تشجع القيام بهذا الاستفتاء في هذا الوقت لأنه يشتت الجهود قبل يومين عبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أيضا باسم الخارجية عفوا عن خيبة أمل الولايات المتحدة من إجراء هذا الاستفتاء وأنه كان عملا استفزازيا وانفراديا ولكنها في نفس الوقت قالت بأن الولايات المتحدة ستحافظ على العلاقات مع الشعب الكردي ولكن أشارت إلى استقرار العراق وأن الولايات المتحدة تؤيد العراق بلد فدرالي موحد ويستخدم بلد فدرالي موحد لكن رغم كل هذا الاستفزاز ورغم كل هذه التهديلات حدث الاستفتاء طيب أنا مضطر أذهب إلى فاصل ونكمل حوارنا بعد الفاصل حلقتنا مستمرة معكم تشاهدون بعد الفاصل غارديان استفتاء الأكراد هل هو مطلب عادل اشتركوا في القناة اهلا بكم مجددا نبقى في موضوع الاستفتاء مع صحيفة التايمز وتحليل للكاتب ريتشارد سبينسر نشر في التاسع عشر من الشهر الجاري بعنوان اعداء يتحدون ضد حركة انفصالية يقول سبينسر ان استفتاء اكراد العراق على الاستقلال ادى الى جعل الولايات المتحدة وايران يتوافقان في رفض الاستفتاء دون ان ينسق معا ويضيف كاتب المقال ان كل من واشنطن وطهران تنظران الى استقلال اكراد العراق على انه مشروع سيصب في مصلحة الطرف الاخر ادت خطة اقليم كردستان العراق لاجراء استفتاء على الاستقلال الى اتحاد خصمين لدودين الولايات المتحدة وايران وقد حاول مبعوثوا البلدين بصورة مستقلة طرق كل الابواب لثني المسؤولين في الاقليم عن الاستفتاء او ارجائه في الاقل المفارقة هي ان كل من الجانبين يعارض الاستفتاء لانه يظن انه سيكون في مصلحة الطرف الاخر وبالنسبة لواشنطن فان الاستفتاء سيزيد من زعزعة استقرار العراق بعد ان استثمرت فيه الكثير من الجهد اما بالنسبة لايران فان الاكراد اثبت انهم لا يمكن التحالف معهم استاذ دمون طبعا هنا نأتي على عنوان مقالتك ان دولة كردستان يوتوبيا واقع ام حلم يعني لماذا هذا اللغط الكبير حول الاستفتاء اوطان تتشكل كل يوم وخرائط يعاد رسمها في العالم لماذا كلا لكردستان مستقلة لان هذه المنطقة منطقة مهمة جدا لقوة مختلفة لان العراق مهم لاطراف كثيرة ولان المنطقة ككل ايضا هي منطقة صراع جيوسياسي بين الدول العظمى وبين الدول الاقليمية المشكلة هي مثلا تحدث مع عدد من العراقيين العرب وعدد كبير منهم قالوا نحن لا مانع اذا اراد الاكراد ان يستقلوا في المحافظات الثلاث دهوك اربيل السليمانية فلا مانع من ذلك ولكن لا يمكن لن نسمح ب وان معظم العراقيين لن يسمح بقيام دولة تضم المناطق المتنازع عليها المشكلة الاخرى هي ربما مهمة جدا وهي موقف الدول الجوار وهنا اتحدث خاصة الدول التي لديها اقليات كردية كبيرة وهنا تركيا وايران تركيا لديها بين 22 الى 23 مليون كردي ايران لديها بين 10 الى 11 مليون وربما اكثر بقليل وبالتالي فان هذه الدول تخشى ان يبدأ اذا قامت دولة كردية مستقلة في العراق ان يبدأ اكرادها بالنظر الى هذه الدولة كنموذج ويقول اذا كان يحق لاخواننا في العراق فلماذا لا يحق لنا اما حكم ذاتي او نظام فدرالي او غير ذلك وهذا سيعتبرونه تهديد لامنهم القومي ما لم ما لم يستطيع السيطرة على هذه الدولة الجديدة ما لم تستطع احدهما السيطرة طيب من خلال هذا الكلام طبعا مآزق كبيرة اللي اذا تقول انت حضرتك مآزق كبيرة طيب برأيك مسعود باراجاني وهل عمر الطويل بالسياسة الم ينفكر بهذه المآزق بدون شك اولا هو كان الى حد ما في مآزق ووضاع اقتصادية متداهورة هناك صراعات داخلية ولكن في نفس الوقت فهو يعتقد بان هناك اصدقاء ايضا للاكراد هناك تعاطف دولي الان مع الاكراد في عدد من الدول العالم بما فيها في الرأي العام الامريكي وفي بعض الاوساط الحكومية الامريكية والاوروبية والدولية والاقليمية حتى وان ذلك سيعني انه اذا اخذ تبنى امر واقع او فرض امر واقع فان العالم سيقبل بهذا الامر الواقع وعنده اذا يتم الاعتراف بالدولة الكردية هو هذا ما يعتقد اه نعم هو هذا ما يقول ما يعتقد انه يعني بالمستقبل سيكون امر واقع والعالم كله سيتعامل معه كون امر واقع طيب دعني انتقل للصحيفة الاخيرة في حلقة هذا الاسبوع كرست صحيفة القاردين افتتاحيتها يوم الجمعة للاستفتاء في اقليم كردستان تحت عنوان استفتاء واسئلة عادلة واشارت الصحيفة الى ان الاكراد يرون ان دورهم الرئيسي في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية يتطلب مكافأتهم واعطاءهم بعض النفوذ وتقول الصحيفة ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قال في مقابلة معها ان استفتاء كردستان ليس نهاية المطاف فالفوز شبه المؤكد سيكون فيه اعلان لرغبة الاستقلال فحسب لو لم يجرى استفتاء كردستان الان فمتى سيجرى هذا هو السؤال الذي يطرحه الاكراد العراقيون اليوم في محاولة لممارسة حقهم بتقرير مصيرهم وقد سبق الاربيل ان تخلت عن طاولة المفاوضات مع بغداد بشأن تقاسم النفوذ والعائدات حيث لم يعد هناك حافز للتوصل الى تسوية الاكراد طالما طالبوا بتفويض من الامم المتحدة يتضمن جدول اعمال واضح يضعهم على طريق تحقيق هدفهم وفقا للدستور والذي لم يتم الالتزام به بعد حرب العراق ان تجاهل حلم الاكراد سيكون له ثمنه ايضا وانه ما زال ثم تحيز صغير للمناورة يجب استغلاله بانتباه شديد استاذ الموند طيب فنتكلم مثل ما يقول الامريكان what's right what's wrong يعني ما هو الصحب الخطأ استفتاء الاكراد هل هو مطلب عادل برأيك بدون شك الاكراد لديهم هذا الحلم منذ بداية القرن الماضي وحتى قبل ذلك كان هناك ولكن طبعا من كان يطالب الاستقلال كانوا اقلية بين الاكراد كانوا نخب لان الاكراد حتى العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي كان العديد منهم لا يزال يضع هويته الاسلامية او القبلية فوق الهوية القومية ولكن عندما بعد بروز استقلال الدول الدول الحديثة ان كانت تركيا سوريا العراق وايران وبروز هذه الدول كدول قومية بدأ الاكراد يقولون نحن ليس لدينا وطن ونحن بحاجة الى وطن نحن اقلية كبيرة نحن رابع اكبر شعب في المنطقة ولذلك يجب ان يكون لدينا دولة المستقلة ولكن هذا ايضا واجهة تحديات كبيرة بذلك بسبب الخلافات بين الاكراد انفسهم وهذه الخلافات لا تزال قائمة بين اكراد تركيا واكراد العراق واكراد سوريا وايران وبالتالي فان هذا هو احد التحديات ولكن مبدئيا يعتقدوا ان لديهم الحق لان معاهدة سيفر في 1920 قالت بانهم يمكن للاكراد اذا ارادوا ويجب ان يكون لهم حق تقرير المصري طيب لو رتب اموره الاقليم يعني رتب علاقاته مع دول الجوار وصار الاستقلال برأيك كردستان مستقلة هل ستكون افضل حالا من اقليم تابع لدولة هذا سؤال مهم جدا متعلن وذلك لان الكثير سيعتمد على طبيعة هذه الدولة وقدرات هذه الدولة ومدى استقلالية هذه الدولة اذا كانت هذه الدولة مستقلة فعلا واستطاعت اقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار ومع بغداد فان هذا وهذا سيكون امر صعب جدا لانه الوضع سيكون افضل بالنسبة للاقليم ولكن خاصة اذا كان هناك استقرار في المنطقة ولكن اذا كانت العلاقة غير متوازنة ووجدت الدولة الكردية اذا نفسها معتمدة مثلا على تركيا هذه الدولة ستكون دولة مغلقة ليس لها منفض على البحر وبالتالي فهي تعتمد مثلا على تركيا او على ايران او على العراق لتصدير اما النفط او الحصول للاستيراد وغير ذلك فان تركيا بامكانها مثلا قطع امدادات النطف اذا قطعت هذا الطريق واغلقت الحدود فان هذا سيشكل عبءا كبيرا على اي دولة كردية وحتى على اقليم كردستان ولذلك فان المسألة لا تزال معقدة خاصة مع استمرار معارضة دول الجوار لقيام دولة كردية طيب سواء الاخير وباختصار اذا ممكن ما رأيك انت بتوقيت الاستفتاء اعتقد انه كما ذكك هناك اعتقاد لدى القيادة الكردية بان هذا الوقت هو الانسب يقول انتظرنا لفترة طويلة وان لم نفعل ذلك الان فمتى سنقوم بذلك وربما هذا اذا لم يقرروا اتخاذ القطوة باتجاه الاستقلال سيعزز على قدرتهم التفاوضية وحصولهم على مكاسب من بغداد طيب طبعا يبقى السؤال مفتوح السؤال اللي طرحت حضرتك بالمقالة انه دولة كردستان هل هي واقع ام يوتوبيا طبعا بسؤالك هذا وبعنوان مقالتك اختم حلقتي هذا اليوم لانتهى وقت البرنامج شكرا دكتور ادمون غريب على حضورك معنا شكرا على هذه الاضاحات نورتنا وهكذا نأتي الى ختام حلقتنا هذا الاسبوع من برنامج الطبعة الاخيرة راسلونا على بريدنا الالكتروني final edition at الحرة دات كام تحية طيبة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة